في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بالتواصل مع أبناء البحرين كافة استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع وقد رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تكريسا لنهج المجتمع وسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر